رئيس وزراء الانقلاب طلع بيان قال في يا جماعة الخير انه اه وزارة المالية اه مش هتصدر قرارات ولا اشياء بخصوص اه اصدار تعليمات للبنوك بالتنسيق مع البنك المركزي او اي جوعة اخرى للحجز الاداري على كامل ارصد المدعوين بالبنوك لسؤال حسداد الضرائب المستحقة. ايه اللي حصل? الكلام ده اللي لفت اه النظر اليه هو الكاتب الصحفي قال متخصف شؤون الاخصادية الاستاذ مصطفى عبد السلام. حطت بوست. من كم ساعة يعني? وبيقول انه الناس اللي بيتدير دولة خلي بالك. وبيتدير مصالح المستثمرين والمدعين ما بيهيجش مشاعر الناس. لان انت لما تقول الوزارة ووزارة مش هارف ايه هتصادر اموال المدعين? ده كلام يرعي بالسوق. يرعي بالسوق. فلس المستفى عاقل جداً بيتكلم بالعقل طبعاً هو بيتكلم ناس مجانين بس يعني بيقول لك والله بنشكره على هذا البيان. ماشي. وبيقول لك انه نرجو قلا يعود الوزير ومصلحة الدرائب للتحرش بالبنوك وعملائها. لان هذا التحرش هو لعب بالتحرش بالبنوك واللعب بالايه? بالنار. وبيقول كان يتمنى ان البيان ده يطلع من البنك المركزي. وبيقول يتمنى ان رئاسة وزراء الانقلاب ووزارة المالية تحترم قانون الملوك البنوك. شوف يا سيدي. ده دليل على حالة غياب الدولة وعطش النظام لفكرة التأميم. نظام لا ينتج. ليس عندهم مشاريع تطلع فلوس او تطلع مردود عالي. فاشل. هيبصلك على حاجتين. فلوسك وصحتك. زي ما انت شفت بالح كده. فلوسك بياخدها منك درائب دمغة وكل ما اي حاجة بياخدها منك. تتكلم في التليفون تدفع دمغة تدفع ضريبة. تروح مش حالف تعمل ايه? وبفكروني. بحكاية جات لي من مصدر موصوق عن موضوع التليفونات والتجسس في مصر. لازم حلقة تفكر ان انت بالزيت عشان دي حلقة تبقى وكرة. لانه دلوقتي جاري عملية تجسس على كل المكالمات الارضية. وعلى خطوط الانترنت في مصر. هيجو بقى وقولك لا اوزو بقى. بص انا اقولك من مصدرها. ايه اللي حصل والاجازة تركبت فين? وامتا? مش هقولك يعني اه. يعني انت دلوقتي مش اللي بتعمل السعودية بقى مع المعارضين. لا ده دي الاجازة اللي جابتها واسفايل وصلت عندنا الحمد لله. الحمد لله بالسلامة. يا ابو امه وبجامة انت ان شاء الله ايه? دخلت عندنا كله بيجسس عليه دلوقتي. خلاص رسمي فهمي نظمي كله. المنطقة اللي فيها في الان حطرنا فيها حتة الفيشة دي وخلاص. خلاص. رسمي يعني. بيقى فيه الانترنت عشان تبقى عارفة. فالبلد اللي زي كده. الخبر القديم كان بيقول. اللي علي علي الاستاذ مصطفى. المالية. وزير المالية قال سنبحث آلية الحجز على حسابات المتخلفين عن الضرائب بالبنوك. ده الخبر. يعني استاذ مصطفى ما يكذبش عليه. هم قالوا كده. ده لما يترجم ويروح في اي حتة يقفل اي منفذ للاستثمار في مصر. ويخلي الناس تسحب اموالها من بكرة اذا وكانش سحبت مبارح. لانها لا تسخ في البنوك. البنك بقى عبارة عن ايه? جزء من فرع من امن الدولة. خلاص. وامن الدولة هي المالية وامن الدولة هي الاقتصاد. وقال له يا فنم احنا عزيم فلوس. ايا معاية انا جايبك تجيب فلوس ولا هتعمل لدوشة. يبقى هنا مفيش دولة. تنتهي الدولة.